تتذكر المرة الماضي حكيت انه في عنا ناتشورل فينطيليشن في عنا فورست فينطيليشن في نوعي من الفنطيليشن هلا زي بتطلع عني هاي كلاسيكل سكور الكيج اندكشن موتور هذا الكور الاساسي تبعه هاي بتسميها ايش؟ هاي كونكشن بوكس اذا فتحته من هون باعي كونكشن هلا عنا زي بتطلع هون في عندي هذا الجانب في عندي هذا الجانب من هون في هون زي اه هون عندنا هاي الفان هذا الفورست فينطيليشن فالفورست فينطيليشن رح يسحب هوا للداخل رح يسحب من هون يدخل الهوا من هاي الفتحة اذا بتطلعوا الان على هادي اذا بتطلع على هاي هاي عمليا هي نفس هادي اللي موجود لكم تقريبا هاي نفس الفكرة موجود من هون رح يدخل الهوا عندنا هلا اذا بتطلع على هاي المروحة هادي شايفين المروحة اي بار عن بس رح تلف بهذا الشكل رح تطرض الهوا رح يدخل الهوا من هون وتطرضه بهذا الاتجاه رح ينزل من هون رح يدخل وبدخل في داخل المحرك ببرد المحرك وبعدين بطلع انه من هذا الاتجاه فهذا رح يكون هون بس في طرفين يمكن المحرك الهوا السنجل فيز اي سي موتور وفيه كنترولر رح يتتحكم فيه على طريق ثيروستاتس فيهم ثيرمسترز رح تكون امبدد في الوايندينكز تبع المحرك لأ كل واحدة من الوايندينكز في ثيرمستر ثيرمسترز رح يتروح على كنترولر والكنترولر رح يتحكم فممكن هذي الفان تضلها شغالة لفترة طبعا لازم تتحرك بالاتجاه صيحة تكون سنترفيوغل فاذا تطلعوا عليه هلا من هور رح تشوفوا هي هل لازم تلوف بهذا الاتجاه حتى تسطرد الهوا بهذا الاتجاه من هون وتسحى من هون فالهوا بدخل من هذا الاتجاه وبطلع بهون هذي مش positive displacement هذي دايناميك او سنترفيوغل فان عفوا من هون فهل استخدم هلأ الواع اللي ارخص بتكون يكون عندي فان عادة على نفس الشاخت خلاص بس لما يلوف في الشاخت بتلوف مع المراحة بتحرك الهواء اذا بتطلعوا هون شايفين هاي القطعة اللي هون هادي الكي هادي باسمها الكي اللي بتضمن يصير فيه انتقال للتورك من الشافت للا الفان هاي بتكون تركبوا في الحالي هاي هادي كانها معدنية الامونيوم او اوكي ماشي هلأ فيه كمان لما شفت شفنا البريك جاي جزء من المحرك نفسه هادي ميكانيكال بريك فيه السلينويد السلينويد رح يفصل التنين عن بعض رح يفصل القطعتين عن بعض وفيه زنبرك بيجمع القطعتين مع بعض فالزنبرك هاده بيشد القطعتين بعمل بريكينج لكن حتى افصل عن طريق السلينويد فبعمل ريليس للبريك فالبريك وفيه ميزمي وفيه ميزمي فالزنبرك وفيه ميزمي كل ما عمد نتواج اكتر يكون عندي بريكينج فورس اكتر اشتركوا في القناة